بحث رئيس كتلة الاستقرار في مجلس محافظة الأنبار علي فرحان مع رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم في بغداد العاصمة آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد بينما أكد أن التوازن يؤدي إلى الاستقرار الذي يجلب الخدمات والتنمية وبالتالي يحقق الرضا والقبول الشعبي وشدد الجانبان حسب بيان لهم على ضرورة تغليب مبدأ الحوار لتحقيق المصالح الوطنية المشتركة والتأكيد على أهمية إكمال المشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدمة وضرورة الإفادة من خبرة وتجربة الحكومات المحلية السابقة بينما تشاطر الجانبان أهمية الحفاظ على الاستقرار المتحقق في الوقت الحالي والعمل على ديمومته لتحويله إلى استقرار دائم